لماذا تعاني شريحة الشباب من إحباط مزمن؟ لماذا تشتكي دوما من قلة الإمكانات وضعف الطموحات؟ عزيزي الشاب والشابة، هل تستفشر خيرا بالمستقبل؟ هل حصلت على تعيين أو فرصة عمل تناسبك؟ كيف تخطط لتأمين حياتك؟ الموضوع لا يخص ولا يقتصر على الشاب العراقي حصرا وإنما يخص 200 مليون شاب على امتداد الوطن العربي كيف ولماذا؟ دعونا نتعرف على التفاصيل أزاحت مؤسسة أصداء بي سي دابليو الستار عن استطلاعها السنوي بنسخته الخامسة عشر لأراء أكثر من 200 مليون شاب وشاب عرب وشمل الاستطلاع 53 مدينة و18 دولة بينها العراق إضافة إلى إجراء 3000 و600 مقابلة شخصية مع مواطني الدول المشمولة لنلقي نظرة على أبرز نتائج الاستطلاع كما تشاهدون في هذه الصورة باستثناء دول التعاون الخليجي أكثر من نصف الشباب العرب بيعتقدوا أن من الصعب العثور على وظيفة جديدة في بلدانهم لذلك يلتجأون إلى دول أخرى أما بالنسبة إلى الشباب العرب اللي بيعانوا من الديون تعتبر أو خمس الشباب بيعانوا من الديون وتعتبر القروض الطلابية وأيضا قروض شراء السيارات والفواتير الطبية والتسوق المفرط وقروض الزواج من أبرز أسباب تراكم الديون على خمس الشباب العرب حوالي نصف الشباب في دول العربية ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط بكافحوا لتغطية نفقاتهم اليومية وبالنسبة لباقي الشباب كالنسبة الأكبر أو المزيد من الشباب العرب بيرغبوا بالعمل في القطاع الخاص تزامنا مع تراجع جاذبية الوظائف الحكومية وعدم التعيين في الوظائف الحكومية وحوالي نصف الشباب أيضا يقولون بأنهم يعتزمون بدء أعمالهم الخاصة خلال السنوات الخمس القادمة كما أكثر من الشباب يتحدثون عن هذا الشيء بأنهم سيؤثثون عملهم الخاص الشباب العرب أو الشاب العربي بيبدأ اهتمام ببدء عمل خاص في قطاعات التكنولوجيا وأيضا التجارة الألكترونية أو القطاعات الإبداعية نظرا لتزايد التكنولوجيا في عصرنا الحالي أقل من نصف الشباب أيضا بيقولوا أنه صوتهم مهم لقيادة بلادهم بالخفاض كبير في عام 2022 وأكثر من أو غالبية الشباب العرب بيفتقروا لا الثقة في قدرة حكوماتهم على معالجة البطالة وأيضا قضايا الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة بالنسبة لباقي الشباب العرب بأن غالبيتهم في دول الشرق المتوسط وأيضا شمال أفريقيا يقولون بأن بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ مما يجعلهم يلتجئون إلى دول الخارج لأجل الحصول إلى فرصة عمل وثلث الشباب العرب يقولون أن الفساد الحكومي متفشن كثيرا في بلدانهم يعني أكثر الأسباب بعود لتفشي الفساد على الحكومة الإمارات العربية المتحدة كما تشاهدون يعتبر من البلدان الأفضل الذي يريد فيه معظم الشباب العربي لبلدانهم أن تقتدي به للعام الثاني عشر على التوالي لذلك ليس فقط إلى دول الخارج وإنما الشاب العربي يلتج إلى الدول كالإمارات لأجل الحصول على فرصة عمل اشتركوا في القناة